الحقيقة اللي بيحصل في قطاع غزة وتصرحات وزير الصحة المصري اللي بدأنا بيها الحلقة في فكرة العشرين الف مصاب في حاجة غريبة بتحصل على الحدود بقالها فترة في مصر ويا المنطقة العزلة وخطة كيف ونيمو الكلام اللي قلناه وجزء مبارح كلامنا عنه انه وزير الدفاع الاسرائيلي قال ان احنا عايزين نعمل منطقة عزلة كمان في قطاع غزة بالتنسيق مع مصر وان المصريين متفاهمين جدا لكن بدأت الناس تسأل يا جماعة هو سيناء وابعها ايه دلوقتي هو شمال سيناء عمل ازاي طب هو فعلا لو الناس بدأوا يزقوهم كده ناحية مصر في اماكن يعيشوا فيها في مصر يعني هل سيناء دي جاهزة ولا عاملين فيها مخيمات الفقرة دي بنحاول نجاوب على السؤال عبدالفتاح السيسي عمل ايه في شمال سيناء في المنطقة المحاذية للحدود المصرية الفلسطينية مع قطاع غزة الفقرة دي فيها مفاجآت وفيها بعض كده الحاجات اللي نحطها جنب بعضها عشان نعرف الراجل ده كان بيعمل ايه الفترة الاخيرة تعالوا نبدأ الاول بتغريدة نشرتها مؤسسة سيناء الحقوقية عن اهالي رفح والشيخ زويد اللي هجرهم السيسي من ارضهم من عشر سنين ورفضوا انهم يرجعوا مرتان تجديد حبس تمانية من المتهمين من قبائل سيناء على خلفية تظاهرات حق العودة بعد مطالباتهم بالعودة لمناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد قررت المحكمة العسكرية في الاسماعيلية يوم خمسة وعشرين ديسمبر تجديد حبس تمان متهمين من ابناء قبائل سيناء لمدة خمستاشر يوم لما عملوا مظاهرات طلبوا فيها بالعودة لرفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير ونشرت مؤسسة سيناء التفاصيل بتاعة الاسماء الحقيقة عايزة اوجي هنا التحية لحساب ايكاد وهو حساب للتحقق من الاخبار وبينشر الحقيقة بعض المعلومات القيمة جدا واثرية واحنا يعني دائمين متابعة هذا الحساب المفيد على مواقع التعاصل الاجتماعي واللي دور الحقيقة كبير جدا في الثلاثة وتمانين يوم اللي فاتوا في كشف كثير من الحقائق زي وزي ما تصدقش وزي صحيح مصر وزي اخر كلام طبع طيب رفح الجديد هل هناك خطة او هل هي خطة باء لقبول النظام مخطط التهجير ام لا التفاصيل اللي جاية تفاصيل مهمة طيب في رفح المصرية فيها منطقة خالية من السكان بتسمى المنطقة العزلة ودي اللي كلنا عارفينها المنطقة دي بتقع ما بين سينة وغزة مساحتها تقريبا خمسين كيلو متر مربع قرب هذه المنطقة بيقع مشروع اسمه مدينة رفح الجديدة على بعد اربعة كيلو متر فقط من المنطقة العزلة ودي اللي السيسي بناها بناها ليه؟ قال انه بنيها عشان يسكن اهالي رفح اللي هجروا بسبب الحرب على الارهاب لكن الحقيقة انه هم ما سكنوش فيها ولا حاجة بل بالعكس اللي بيطالب انه يرجع بيتحبس رفح الجديدة بتضم اكثر من عشرة الاف وحدة سكنية بجانب العديد من الخدمات وده بيفسر لنا الستمائة وخمسين مليار جنيه اللي تصرفوا على سينة في حاجات احنا مش عارفينها بتستوعب مدينة رفح الجديدة اللي هي على بعد اربعة كيلو من منطقة العزلة من مصر وقطاع غزة خمسين الف نسمة على الاقل مساحة الوحدة السكنية حوالي مية وعشرين متر مربع بتبعد عن معبر رفح تمانية كيلو فقط على الطريق الرئيسي بين معبر رفح والعريش الجيش المصري ليه ساب المنطقة دي فارغة ما بين 2013 و2020 ضمر الجيش المصري اتناشر الف تلتمائة وخمسين مبنى في شمال سيناء تحت ذريعة الحرب ضد الارهاب الهدم اللي حصل تركز في مناطق رئيسية زي رفح المصرية الشيخ زويد مدينة العريش الجيش جرف وافسد حوالي 6000 هكتار من الاراضي الزراعية منع الوصول لهذه الاراضي من 2016 حسب الحكومة وبياناتها عمليات الاخلاء ولهدم كانت ضرورية لقتال الجيش مع ولاية سيناء الحكومة بنت هذه المساكن تعويضا لاهالي تلك المناطق توعدوا بتخصصها كتعويض لاهالي العريش كان مقرر عودة المهجرين اليها ولقراهم في امتى؟ يوم 5 اكتوبر اللي فات 5 اكتوبة كما فهو يرجعوا لكن ما حصلش اعلام مشايخ شمال سيناء عن احتفال في 5 اكتوبر لعودة المهجرين تم تأجيل هذه العودة المهجرون دول احتاجوا فالنظام حدد يوم 20 اكتوبر اخر موعد لاعاداتهم لقراهم ومساكنهم تزامن تعليق عودة السكان مع تحذير مصر لاسرائيل عن تصعيد عسكري محتمل الـ 17 اكتوبر السيسي وجه بنصب خيام في الشيخ زويد ورفح استعدادا لقبول لاجئين وبالتالي احنا هنا امام مدينة كاملة مبنية وفضية تستوعب حوالي 50 الف بني ادم ويعني ما فيش اهل سيناء ما رجعوش اصلا لحد الوقتي هناك تعالوا نشوف بعض الصور للاخمار الصناعية لعمليات هدم الجيش في رفح والشيخ زويد الصور اللي هتدار قدام حضراتكو لعمليات الهدم اللي تمت في العشر سنين اللي فاتوا وفيه كمان فيديو بيتكلم على تجريف الاراضي الزراعية في رفح والشيخ زويد نتابع ده فيديو بيوضح لحضراتكو على الخريطة المساحات اللي تم تجريفها في هذه المنطقة كمان في مجموعة من الصور للمنطقة الخالية من السكان ما بين غزة وما بين اه سيناء دي مدينة رفح الجديدة اللي بيقولها الصور اللي قبل دي لو سمحتوا ايوة دي المنطقة العزلة معبر رفح قطاع غزة فوق وتحت على بعد اربعة كيلو مدينة رفح الجديدة مدينة كاملة يا جماعة بمحاورها بشغلها بحكدها اللي محدش عارف اصلا هي معمولة اه لمين نشوف كده اه صور لمدينة رفح الجديدة عشان الناس برضو تكون معانا في الصورة دي الصورة هولي المدينة وشكل البنايات او البلوكات السكنية بتاعتها في فيديو كمان لمراحل بناء مدينة رفح الجديدة على الخريطة نشروا حساب اي كات زي ما قلت لحضراتكم نتابع معا هذه اللقطات لبناء مدينة رفح الجديدة على الخريطة توسع اللي حاصل بعد تجريف الاراضي وبناء هذه المدينة السكنية التي لا يسكنها احد سكنها الاشباح والله اعلم السيسي كان عملها عشان الفلسطينيين ولا عشان مين مجموعة صور ايضا لمدينة رفح الجديدة نشوفها مع بعض قبل ما نسمع السيسي كان بيقول ايه في هذا الاطار اصطفى مدبولي وهو بيتابع المباني اللي طبعا الجيش بيتحرك فيها في صحرا صحرا ما حد سكن فيها ما حدش عارف مين اللي هيسكن فيها الهلال الاحمر المصري مبارح نشرت القاهرة الاخبارية صور انه بيبني مخيمات داخل قطاع غزة تعال نشوف جزء من بناء الهلال الاحمر لهذه المخيمات داخل قطاع غزة